أهلا بكم أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني الحكومة بتحديد أي إجراءات ترتبط بالحظر بناء على الطبيعة الديمغرافية للسكان بالمملكة وأخذ معدلات الأعمار بعين الاعتبار وبين في ورقة بحثية أن ديمغرافية السكان بالمملكة تشير إلى أن 34% من السكان تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 14 عاما و 4% منهم تزيد أعمارهم عن 65 عاما مما يشير إلى أن 38% من السكان قادرون على ممارسة حياتهم في المنزل ما يخفف من انتقال الفيروس بين هذه الفئات العمرية على أقل تقدير كما أشارت الورقة إلى أن عدد العاملين بالمملكة الذين يمكنهم العمل عن بعد يبلغ مليوني شخص بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي هذه التوصية بحسب المنتدى جاءت لإيجاد حالة من التوازن بين صحة المواطنين وتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات المتكررة وتمكين القطاعات من الاستعداد والتكيف وتوقع السيناريوهات المختلفة التي قد تنجم عن تفاقم الوضع الوبائي قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن تحديد القطاعات المتضررة من الجائحة وغير المصرح لها بالعمل لغاية الاستفادة من برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بداية الشهر الماضي لغاية دعم الأجور لا علاقة له بتحديد القطاعات لغاية تخفيض الأجور بموجة بلاغ رقم 18 وفقا لأمر الدفاع رقم 6 الناطق العالمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي قال إن المؤسسة بدأت تستقبل الطلبات منذ الإعلان عن برنامج استدامة في الثالث من شهر كانون الأول الماضي ويستمر حتى شهر أيار فيما بدأت مع بداية الأسبوع الحالي صرف المستحقات للمستفيدين من البرنامج وأعلن أن عدد المنشآت التي تقدمت للاستفادة من برنامج استدامة وصل إلى 1178 منشآة يعمل فيها 31 ألف مؤمن عليه أما القطاعات غير مصرح العمل بها بلغ 254 منشآة يعمل بها 1247 مؤمنا عليه أما قطاع المدارس أظهرت أحدث أرقام الضمان أن 780 مدرسة من الصف السابع فما فوق تقدمت للاستفادة من برنامج استدامة منها 180 مدرسة قدمت تعهدا بمنح خصم جديد على الرسوم الدراسية السنوية 2020-2021 بواقع 15% لجميع الطلبة لديها بغض النظر عن أي خصومات سابقة تم منحها للطلاب في حين أن المؤسسة تدرس طلب 600 مدرسة تقدمت للاستفادة من البرنامج بالنسبة لتخفيض الأجور إذا كان هناك تخفيض الأجور في القطاعات التي صنفت أنها أكثر ضررا فهذا التخفيض مصدر القانوني البلاغ رقم 18 الذي صدر استنادا لأمر الدفاع رقم 6 أما بالنسبة لبرامج الضمان الاجتماعي فلا علاقة لها بالتخفيض نحن سنقوم بتحويل 75% من الأجور بعد ما تقدم المنشأة الطلب بالاستفادة وبالنسبة لقطاع المدارس يجب أن نميز بين أكثر من أمر هل المدارس اللي عندها من صف سادس فما دون هذه متضررة على طول الخط يعني مجرد ما تقدم تستفيد رياض الأطفال غير المصرح لها بالعمل أيضا مجرد ما تقدم تستفيد المدارس اللي عندها صفوف من سابع فما فوق هذه أمامها خيارين إما أن تقدم معززات تثبت أنها من المنشآت الأكثر ضررا بالجائحة وإما أن تتعهد بالخصم من الرسوم الدراسي لعام 2021 بواقع 15% سجل العام 2020 تراجعا في حجم التداول العقري في الأردن بنسبة بلغت 26% ليصل إلى 3 مليارات و 400 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الأزمة وحماية الاقتصاد وفي التسلسل الشهري لحركة التداول العقري بحسب أرقام دائرات الإحصاءات العامة فقد سجل شهر كانون الأول من عام 2020 أعلى حجم تداول بلغ 548 مليون دينار حيث شهد إقبالا للاستفادة من قرارات الإعفاء للشقق وذلك قبل إعلان تجديدها لمدة ستة أشهر في حين سجلت فترة الإغلاق الأولى تراجعا حادا ذروته في شهر آذر النشاط الذي سجله أشهر الأخير أدى إلى تسجيل العام 2020 ارتفاعا أيضا في حجم الإعفاءات من الشقق بنسبة بلغت 15% مقارنة بالعام الذي سبقه حيث وصل إلى 83 مليون دينار أما حركة بيوعات العقار فقد سجلت تراجعا بنسبة 9% حيث أنجزت دائرة الأراضي والمساحة 126300 معاملة بيع عقار وأعلى تراجع كان في بيوعات الشقق بنسبة 14% والأراضي بنسبة تراجع بلغت 7% في حين كانت مناطق في عمان والزرقاء خاصة قرية البتراوي ومنطقة البادية الشمالية الأكثر إقبالا في بيوعات الأراضي في حين جاءت مناطق الزرقاء خاصة قرية البتراوي ومناطق شرق عمان في طبربور إضافة إلى مناطق غرب عمان قرية وادي أسير الأكثر بيوعات في الشقق أما بيوعات الأجانب العقارية فقد سجلت تراجعا أيضا بنسبة 24% وأعلى تراجع سجل في العام 2020 كان في بيوعات الأراضي بنسبة 44% والشقق بنسبة تراجع بلغت 25% أما أكثر جنسيات في حجم بيوعات الأجانب العقارية كانت من الجنسية العراقية بحجم 77 مليون دينار ثم الجنسية السعودية بحجم 35 مليون دينار وثالثا حملت الجنسية الغزية ب 16 مليون دينار وبالمرتبة الرابعة جاءت الجنسية السورية بقيمة نحو 11 مليون دينار طالبت هيئة تنظيم النقل البري شركات التطبيقات الذكية ربط نظام الشكاوى الخاص بها مع الهيئة وعدم حجب الخدمة عن المقدم سواء كان يتعامل مع تطبيق واحد أو أكثر إلا بعد بلاغ الهيئة بالأسباب لاتخاذ القرار المناسب هذا القرار الذي حصلت رؤيا على نسخة منه جاء استجابة لمطالب أصحاب السيرات العاملة على التطبيقات الذكية الذين نفذوا اليوم اعتصاما أمام حدائق الملك عبد الله الثاني في إربد احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري وطالب السائقون عدم ربط تحرير التصريح بالشركة الأم وتحويل ملكية التصريح لهيئة تنظيم قطاع النقل البري لتحقيق الأمان الوظيفي إضافة إلى منع التطبيقات غير المرخصة من العمل تملك التصريح بيعني انتقال ملكية التصريح من مسمى الشركة اللي هي شركات تطبيقات الذكية سواء كريم أو أوبر أو بترا أو جيني إلى الهيئة تكون الهيئة هيئة تنظيم قطاع النقل هي المسؤولة عن إدارة ملف الكباتن لأنه إحنا بشكل عام مجرد ما كانت الشركة هي المالكة للتصريح قاعدة بتتحكم فينا بطريقة مش طبيعية من طالب على تجديد التصريح وعدم الرجوع إلى الشركة الأم فلما إحنا نبطل يعني نرجع للشركة الأم نصير نجدد من هيئة قطاع النقل وعدنا رئيس الهيئة السيد صلاح اللوزي أنه نصير التجديد من بداية واحد واحد بتملك التصريح للهيئة بتملك التصريح للهيئة هذا من أقوى يعني هذا هو مطلبنا اللي بدنا إياه حاليا لأجل اللي هو يعني الأمان الوظيفي في ظل استمرار تفاقم الأزمة المالية في لبنان منذ أواخر العام 2019 وظهر مخاوف المودعين من فقدان وداعيهم في البنوك اللبنانية مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية لديها لمستويات خطيرة قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن أموال المودعين اللبنانيين أو الأردنيين أو غيرهم لن تضيع وتوقع أن لا يحدث أي أفلاس أو تعثر في المصارف اللبنانية وإنما اندماج أو استحواذ على المدى المتوسط بإشراف مصرف لبنان لإعتبارات تشغيلية وأخرى مرتبطة بحجم السوق اللبنانية وكانت المصارف اللبنانية حجزت أموال المودعين ووضعت شروطا قاسية على سحب الأموال بالعملات الأجنبية مع تراجع قيمة العملة اللبنانية حيث خسرت 78% من قيمتها في عام 2020 فيما تراجع حجم الاحتياطات الأجنبية وبلغ نحو 15 مليار دولار قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطمين رفع أعداد الأردنيين المشتغلين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة مقابل منح تصريح عمل للعمالة غير الأردنية الوزير قال في بيان صحفي أن القرار جاء نتيجة مراجعة قرار المهن المسموحة والمغلقة والمقيدة والمهارات المتخصصة للعمالة غير الأردنية بالتشاور مع القطاع الخاص متوقعا أن يسهم بتوفير 18 ألف فرصة عمل للأردنيين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة وبين أن جميع المهن في الأردن مغلقة وحصر للأردنيين بـ 693 مهنة مسموحة للعمال غير الأردنيين مزاولتها ضمن أسس وضوابط محددة